بمشاركة أكثر من مئات مؤسسة واجهة محلية وعالمية مهتمة بمجال تقنية المعلومات والاتصالات في المنطقة انطلقت بمركز عمان للمعارض فعاليات النسخة الثانية وثلاثين من معرض الاتصالات وتقنية المعلومات كوميكس الفين وثلاثة المعشرين ويسعى المعرض إلى تعزيز مفهوم الاستثمار الرقمي في سلطنة عمان كما يركز على تعزيز الاستثمار الرقمي والترويج للفرص المتاحة بالنسبة للشركات الكبرى في السوق العماني إلى جانب تشجيع الشركات المحلية على تنافس والتكيف مع متغيرات السوق الدولي والآليات المستحدثة في مجال التقنيات المستقبلية في شتى الصناعات والقطاعات بما يتماشى مع أهداف رؤية عمان عشرين أربعين في دعم التحول الرقمي المعرض قيمة تحت رعاية صاحب السمو سيد مروان بن تركيا سعيد محافظ ظفار